السلام عليكم مرحب بالجميع أجمل ترحيب كلهم باسمه وصفتي ومكانه مكانته في المحاضرات السابقة قبل أسبوعين تحدثنا عن الجزء الأول من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريب والمنافسات والتكنولوجيا تحليل الحركة الرياضية وطرحنا بعض التساؤلات وأجبنا على بعضها وتناولنا موضوع تطور التكنولوجيا عبر الأجيال وتحدثنا أيضا عن الذكاء الصناعي والأقمار الصناعية وعلاقتهما في تدريب والمنافسات وتقنين الأحمال التدريبية ووضع خطط واستراتيجية اللعب في المنافسات الدولية سواء للأفراد أو للفرق الرياضي وعرضنا بشكل سريع الأجهزة القابلة للارتداء وغلنا أن منها على مستوى المؤسسات ومنها على مستوى الأفراد وتحدثنا عن جهاز كاتابولت وجهاز بلاير ماكر واستخداماتهم في المجال الرياضي بتقنين الأحمال التدريبية والتخطيط للمباريات والمعلومات والبيانات الضخمة التي يعطينا هذول الجهازين واستعرضنا عدواته وإمكانياته وكيف يعطينا بيانات ومعلومات ضخمة حول أداء اللاعب أو الفرق الرياضية سواء في التدريب أو المنافسات وفي الأسبوع الماضي تحدثنا عن الجزء الثاني من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في التدريب الرياضي والمنافسات وتكنولوجيا التحليل البيوميكانيكي في الرياضة واستعرضنا بعض هذه البرامج منها برنامج والواقع الافتراضي واستخدامه في التدريب والمنافسات وكيف تستخدم هذه البرامج في المجال الرياضي سواء بتحليل المهارة أو بتحليل المباريات في هذا الأسبوع أو في هذه المحاضرة من الجزء الثالث من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة تحكيم السباقات والمنافسات الدولية باستخدام البرامج والأجهزة سوف نذهب معا خلف الكواليس لنرى ماذا خفية عنها ونتعرف على التكنولوجيا التي دخلت في بعض الرياضات ونتعرف على هذه الأنظمة التي تساعد الحكام في إدارة التحكيم المباريات بالتفصيل فتابعنا إلى النهاية ولا تنسى لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى بركة الله نبدأ في الألعاب المختلفة سواء ألعاب جماعية أو ألعاب فردية يسعى اللاعبين إلى إحراز النقاط أو الأهداف والفوز في المباريات وقد ترتكب بعض الأخطاء من اللاعبين سواء بشكل متعمد أو عفوين وقدرة العين البشرية محدودة لا تستطيع رصد كل التفاصيل وعلى الحكام اتخاذ القرار في بضعة ثواني قرار بهذا المستوى من الذاتية والتحكيم الموضوعي من خلال الملاحظة يكون مثير للجدل وقد يتعرض الفريق أو اللاعب للخسارة بسبب الأخطاء التحكيمية الغير مقصودة ويضيع جهد الفريق أو جهد اللاعبين وقد يؤدي ذلك أيضا إلى سخط الجمهور ويحدث شغب في الملاعب وكلنا نعلم شغب الملاعب والأحداث التي تدور بين مشجعين الفريقين مما أدى في نهاية المطاف إلى الإستعانة بالتكنولوجيا الحديثة ندخل نظام التحكيم الألكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي نستعرض بعض هذه الأنظمة الحديثة في الألعاب الفردية سواء في الجنباز أو التيكوندو والألعاب الفريقية ككرة القدم وغيرها من الألعاب على سبيل المثال لا الحص نبدأ أولا برياضة التيكوندو ثم الجنباز ثم الساحرة المستديرة كرة القدم والتيكوندو رياضة قتالية من ضمن رياضة المنازلات يتباذل فيها اللاعبين توقيه الركلات ضد الهوغو أو ما نسميه واقع القذع أو واقع الرأس الهيدجارد وتتم المنافسات أو النزالات على ملعب سداسية الشكل يبلغ قطر الملعب 8 في 8 أمتار وتم إدخال التكنولوجيا إلى رياضة التيكوندو من خلال أجهزة الاستشعار المغناطيسي وأجهزة الاستشعار المغناطيسي تكون مثبتة بين واقع قذع اللاعب أو الخوضة أو واقع الرأس بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار المغناطيسي المثبتة في حذاء اللاعب الخاص أو قفاز اليد يتم إعداد الحربة وتشغيل الكاميرات وتشغيل المجسسات وتشغيل السنسرات وتعريفها بالبرنامج ويتم توصيلها سلكيا أو لا سلكيا عن طريق الواي فاي ونعرفها على البرنامج ومن خلال البرنامج يتم تحديد زمن المباراة والوزن والاسم والبلد وتحديد الفئة سواء كانوا ناشئين أو شباب أو رجال أو حتى معاقين وهل دكور ولا إناث ومستوى البطولة ونوعها وغير ذلك من التفاصيل ويقوم البرنامج باحتساب النقاط بشكل آلي وعرضها على الشاشة وقبل المباراة يتم فحص اللاعبين باستخدام أجهزة كشف المعادن وخلال اللعب أثناء الجولات تكشف أجهزة الاستشعار المغناطيسي الركلات أو الضربات وهذا النظام حسن مصداقية النتائج وساعد الحكام كثيرا لكنه يحدد الآثار فقط أما أنواع الركلات إذا كانت ركلة مباشرة أو ركلة دورانية واحتساب الأخطاء والإنذارات التي تعطل اللاعب والخصومات وإلغاء النقاط من خلال اللعب الغير القانوني وغيرها لا تزال مسؤولية الحكم أما ما يخص الكاميرات والفيديو ري بلاي هي معروفة واستخدم في برنامج دارتفش في معظم الأنظمة لكن الجديد في الموضوع والحديث جدا والتكنولوجيا الحديثة في الفيديو ري بلاي هي تقنية الفور دي أو فور ديمينشن أو رباع البعد ويتم عرض اللقطة من جميع الجهات وسوف أتحدث على هذا النوع من الكاميرات الحديثة في نهاية الفيديو والجدير بالذكر أن هناك نظام جديد لتحكيم رياضة التايكوندو يتم تطويره عن شخص مغسان من دولة البحرين هو لعب تايكوندو ومبرمج كمبيوتر يهدف هذا النظام الجديد إلى كشف الحركة ونوع الحركة وتوجهات الجسم وما إذا كانت الركلة التي تم تأديتها ركلة اعتيادية أو ركلة بحركة دورانية واحتساب النقاط لكل مهارة من مهارات اللعبة عن طريق أربع كاشفات للحركة فتخدم تقنية العشقة تحت الحمراء لتعطي صورة ثلاثية الأبعاد للمباراة أو لللاعبين يتم توصيل كل الأجهزة بقاعدة بيانات خاصة من كاشفات الحركة الأربعة وإرسال تلك البيانات إلى حاسوب صغير يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي يقوم هذا الحاسوب بتحليل البيانات وإرسالها إلى الحاسوب المركزين أو اللابتوب ثم يقوم الحاسوب المركزين بتحليل تلك البيانات وعرض النقاط على الشاشة كل لاعب على حدة ويتم حفظ هذه المعلومات في قاعدة بيانات خاصة كل لعبة على حدة ضمن قاعدة بيانات عالمية وما زال هذا النظام قيد التطوير على حد علمي وفي رياضة الجنباز التي تمتاز بالأكثر صعوبة في أداء الحركات الرياضية والأكثر تعقيدا في التحكيم تم إدخال التكنولوجيا ونظام التحكيم الإلكتروني باستخدام الذكاء الصناعي عن طريق الرابطة اليابانية للجنباز والشركة اليابانية فوقستو للتكنولوجيا وهذا النظام يستخدم أجهزة أشبه بمكبرات الصوت المدمج وقياس دقة الحركات في الجنباز تتم عن طريق أجهزة الاستشعار بالليزر ثلاث الأبعاد أو 3D من خلال انبعاث ما يقرب من 2.3 مليون شعاع ليزر في الثانية الوحدة نحو اللاعب ويتم قياس أداء اللاعب بدقة من خلال توسيع أو تضييق نطاق انبعاث أشعة الليزر اعتمادا على المسافة والزاوية والسرعة نظام التحليل فوقستو يقوم بتحليل أداء اللاعب ووضع الدرجة من حيث درجة الصعوبة والربط الحركي الدرجات التشقيعية الخصومات سواء كان خطأ بسيط أو خطأ فادح أو خطأ السقوط وتقوم خوارزميات الذكاء الصناعي مطابقة أداء الحركات لللاعب ومطابقتها مع القانون الدولي وإصدار النتيجة في أعشارة ثانية ويمكن استخدام هذا النظام في الممارسة اليومية أو في التدريب وكذلك في المسابقات الفعلية أجهزة الاستشعار الليزري 3D تقوم بالحكم على التكنيكات أو أداء اللاعب من خلال مطابقتها مع قاعدة بيانات قانون الجنباز الدولي قانون تسجيل النقاط في المسابقات وذا تم تخزينه مسبقا باستخدام الدكاء الصناعي لكل حركات الجنباز وأصبح تحكيم الجنباز هو الأكثر دقة مع تكنولوجيا الاستشعار الليزري ثلاث الأبعاد وهذا النظام لا يحتاج إلى أدوات خاصة أو وضع ماركرات أو وضع علامات على اللاعب التي قد تعيق حركة اللاعب أثناء الأداء أو قد تسبب له إصابة لأن هذا النظام يستخدم تكنولوجيا الاستشعار ثلاث الأبعاد 3D أو 3D باستخدام أشعة الليزر ويمكن استخدام هذا النظام في مختلف ألعاب المنازلات إذا ما أراد الاتحاد الدولي ذلك طيب نتحدث الآن عن معشوقة الجماهير الساحرة المستديرة والتكنولوجيا تحكيم مباريات كرة القدم تغنيات الفار واحدة من أهم التغييرات التي دخلت في تحكيم كرة القدم وكما أسلفنا سابقا بسبب الأخطاء التحكيمي الغير المقصود من خلال الملاحظة المنظمة بالرؤية أو بالعين المجردة والتي قدرتها محدودة لا تستطيع ملاحظة كل التفاصيل وبسبب هذه الأخطاء والتي كلفت بعض الفرق خسارة كان يمكن تفاديها قرر الاتحاد الدولي الفيفا بالاستعانة بالتكنولوجيا بناء على طلب الجماهير المتكررة الاستجابة إلى المطالب المناذية باستخدام التكنولوجيا في تحكيم كرة القدم وتم استخدام تقنية الفي اي ار أول مرة في عام 2017 وقرر الاتحاد الدولي بعد عدة تجارب لتوظيف التكنولوجيا في تحكيم مباريات كرة القدم هذه التقنية المتطورة هدفت إلى القضاء على الجدل المتواصل في قرارات الحكام وأخطائهم وتوظيف التكنولوجيا والكاميرات الحديثة في إدارة المباريات والفي اي ار هي اختصار لكلمة فيديو اسسين ريفرين وتعني حكم الفيديو المساعد وحكم الفيديو المساعد هو عبارة عن فريق متخصص يتكون من ثلاثة حكام يقومون بمتابعة أحداث المباريات في غرفة خاصة عن بعد ويعادت بعض لقطات الفيديو في الحالات المشكوك فيها وذلك لضمان اتخاذ القرار الصحيح يأتي فريق حكام الفيديو قبل المباراة بساعات مع التنصيق مع البث التلفزيوني لتجهيز الملعب مع كاميرات توصيل كوابل كيبلات بين غرفة الفار وعربة التلفزيون بشكل مباشر وفريق حكم الفار يتكون من ثلاثة حكام اولا حكم الفيديو الرئيسي وهو يكون مسؤول على الكاميرا الرئيسية والبث المباشر والمسؤول عن فحص اي حالة مشكوك فيها والحكم الثاني مساعد حكم منطقة التسلل اي 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 ار اثنين ويقوم بمساعدة الحكم في حالات التسلل اما الحكم الثالث اي 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 ار ثلاثة وتكون مهمته التواصل مع مخرق المباراة في البث التلفزيوني ومع ال اي اي ار واحد وال اي اي ار ثلاثة وهذا الفارق وكما كنا سابقا يوجد في قرفة خاصة فيها عدد من الشاشات ترتبط هذه الغرف بالكاميرات الموجودة في الملعب ويقومون حكام الفيديو بمتابعة المباراة من زوايا مختلفة هذا بالاضافة الى الشاشة الرئيسية او شاشة البث المباشر ويتم العودة الى حكام الفيديو في اربع حالات لاستيضاح الامر والتأكد من القرار اول الحالات هي الاهداف ويتم مراقعة الاهداف الذي يحرزها اللاعبون بقدر النظر عن وجود شبهة خطأ او لا ثانيا ركلات الجزاء يقوم حكام الفيديو بمراقعة ركلات الجزاء ويمكن الحكم الساحة مراقعة ركلات الجزاء بنفسه ثالثا البطاقات الحمراء يتم مراقعة الهجمات العنيفة التي يقوم بها اللاعبون والتي قد تتطلب الى اشارة البطاقة الحمراء لللاعب طرده من الملعب وايضا في البطاقة الصفراء للمرة الثانية والتي تعني ايضا طرد اللاعب من الملعب رابعا عدم وضوح الهوية يتم اعطاء بطاقة حمراء او صفراء لللاعبين الذين قاموا بالخطاء الغير الرئيسي ويتم الرجوع الى الفيديو او حكم الفار انقام حكم المباراة بعطاء الامر بذلك باستخدام اشارة مميزة يقوم بها الحكم وهي الاشارة بيده على شكل مستطيل ولا يمكن الرجوع الى حكم الفار الا بصدور هذه الاشارة ويتم التواصل بين حكم المباراة وحكام الفيديو عن طريق شاشة مقسمة الى اربعة شاشات ويمكن يقع لها شاشتين او شاشة واحدة حسب طلب الحكم وهو رب بين حكم المباراة وغرفة شاشة الفار ويتواصل حكم المباراة مع كامل فيديو عن طريق هذه الشاشة بالاضافة الى جهاز سمعي او سماعة تركب في اذن حكم المباراة للتواصل الصوتي ومن ابرز التكنولوجيا التي دخلت مجال تحكيم كرة القدم هي الكرة الذكية تقوم هذه التقنية بتتبع الكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك من خلال جهاز استشعار داخل الكرة وترسل هذه الكرة على البيانات والمعلومات 500 مرة في الثانية لتصل في الوقت الفعلي لحكام الفيديو مما يتيح معرفة اللحظة الدقيقة التي تم فيها ركل الكرة والموقع الدقيق لللاعبين ومن التقنيات ايضا تقنية كشف التسلل تعمل هذه التقنية على تتبع الكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تتبع اللاعبين وتتبع اطراف ونمدجات هيكلة الهيكل العظمي لللاعبين يمكن لهذه التقنية تحديد اللحظة الدقيقة اثناء تمرير الكرة والموقع الدقيق لللاعبين بالاضافة الى 12 كاميرا تقوم بتتبع دقيق لللاعبين تركب هذه الكاميرات تحت سقف الملعب وتقوم هذه الكاميرات بتتبع اللاعبين لكل لاعب 29 نقطة في قسده او في قسد كل لاعب موجود بالملعب وترسل بيانات 50 مرة في الثانية الواحدة عن كل لاعب 29 نقطة تشمل كل اطراف قسد اللاعب وتقوم بكشف التسلل لللاعب وتسمع هذه التقنية لحكام الفيديو او حكام الفارق تحديد القرار السليم بموضع كل لاعب بأي ثانية كل بيانات اللاعبين ومعلومات الكرة يتم معالقتها بالذكاء الاصطناعي واثناء وجود تسلل تقوم هذه التقنية بتنبيه حكام الفيديو لتحديد مخالفة تسلل ويعطي النظام تنبيه لحكام الفيديو بشكل آلي هذا النظام يستمر بالرصد بمجرد لحظة تركل الكرة لحظة استلام اللاعب المتسلل للكرة يقوم حكام الفيديو يتأكدون من صحة بيانات وقرارات وقرار التقنية بشكل يدوي والآلية المرصودة من خط التسلل بعد التأكد من قرار التسلل يتم التواصل مع حكام الساحة عبر سماعة أو جهاز يركب في أذن حكام المباراة بعد اتخاذ القرار يتم التواصل مع المخرج لعرض الحالة على الجماهير عبر الشاشة توجد في الملعب أو عبر البث تلفزيوني المباشر ومن التقنيات أيضا نية خط المرمى تحدد هذه التقنية ما إذا كانت الكرة قد عبرت خط المرمى أم لا وذلك في غضون جزء من الثانية يتم إرسال المعلومات إلى ساعة يرتديها حكام المباراة تعلمه بدخول الكرة إلى المرمى بالإضافة إلى عدد من الكاميرات تقوم بالتصوير الحالة وحاليا وصل عدد الكاميرات على الملعب بحدود 33 كاميرا والعدد كل يوم في ازدياد ويتم إعلام الجمهور أن المباراة خاضعة لتحكيم الفار حيث طورت الفيفا نظام متطور لإبلاغ المذيعين والمعلقين عن خطوة عمليات المراجعة ويتم إرسال فيديو الحالة من حكام الفار إلى مخرج المباراة ليتم عرضها على الجمهور على شاشة كبيرة موجودة في الملعب وحتى على شاشات تلفزيون أو شاشات البث المباشر أكتفي بهذا القدر أتمنى لكم المتعة والفائدة ولا تنسى لايك للفيديو واشترك في القناة إذا كنتم مش مشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد مع خالص مودتي للجميع جميع ملتور جمال ألوسابي ترجمة نانسي قنقر